اشتركوا في القناة ايها الاخوة الكرام ما زلنا مع تفسير الاسماء في المنام وانا ذكرت كثيرا ان الاسماء مهمة جدا في الرؤى وان الذي فسر الاسماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنهاردة هنتكلم عن اسم الاء اسم الاء من الاسماء الجيدة جدا يعني لما نيجي ننظر للقرآن فبأي الاء ربكما ربكما تكذبان الاء يعني نعم فاسم الاء يدل على النعم والخير القادم الي ان شاء الله تبارك تعالى هناك نعمة قادمة الي باذن الله تبارك تعالى في الفترة القادمة ولذلك رؤية اسم الاء للمرأة المتزوجة من الرؤى التي تدل على النعمة التي سوف تأتيها في أسرتها وربما تدل على خير قادم لزريتها وأولادها اسم الاء بيدل على الزرية الصالحة بالنسبة للمرأة المتزوجة وبالنسبة للرجل المتزوج واسم الاء بالنسبة للمرأة الحامل تدل على النعمة القادمة اليها ربما تكون هذه النعمة متمثلة في حملها ان شاء الله تبارك وتعالى وبالتالي اي شخصية اخرى زي المرأة المطلقة الارملة البنت العزباء الشاب الاعزب هذا الاسم يدل على النعم القادمة الى الرأي في الفترة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى والخير ان شاء الله تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته